سليم لعباتشا أميناً عاماً جديداً للاتحاد العام للعمال الجزائريين خلفاً لعبد المجيد سيد السعيد الذي تربع على عرش الأمانة العامة للمركزية النقابية مدة 22 سنة تساؤلات عديدة حول مشروع الرجل والتغييرات التي يسعى إلى إحداثها داخل المركزية النقابية التي انحرفت عن أهدفها الأساسية المتمثلة في حماية العمال وفضلت التخندق مع مصالح الحكومة والباترونا لعباتشا يؤكد أن الحركة الشعبي أحدث تغييرات وإسقاطة إيجابية على الاتحاد العام للعمال الجزائريين وهو فرصة لا تعوض لمزيد من التغييرات هذه الهبة الشعبية كانت عندها إسقاطات إيجابية كذلك على المنظمة التي عنا له الاتحاد العام للجزائريين وكل هذه فرصة فرصة ربما لا تعوض لازم ننتهزها باش يعني نحدث التغييرات والبدرية على مستوى المنظمة الأمين العام الجديد للاتحاد العام للعمال الجزائريين يؤكد أيضا أنه يسعى إلى إعادة المركزية النقابية لدورها الحقيقي من خلال إعادة النظر جدريا في طريقة تسيير الاتحاد وتركبته للتقرب من العامل والمواطن اليوم لازم إعادة النظر جدريا في منظومة تسيير الاتحاد العام في أهداف الاتحاد العام في طريقة أخذ القرارات داخل الاتحاد العام بإشراك القاعدة العمالية بإشراك كل النقابيين لداخل الاتحاد العام سليم العباطشا واحد من إطارات المركزية النقابية وشغل العديد من المناصب في الأمانة العامة هو اليوم على رأس أكبر منظمة عمالية بالجزائر منظمة فقدت مستقيتها وفعالياتها في عهد سيد السعيد وينظر مراقبنا إلى عهد الوافد الجديد من باب أنه سيسعى للتغيير بما أن الرجل غير متورط في قضايا فساد ووجه شبابي سيدخو دماء جديدة في جسد المركزية النقابية اشتركوا في القناة